أقول لكم في الأهلي بكرة الأهلي بيلعب مع مين؟ مع المقاولين العرب مباراة مؤجلة من الجولة كانت 23 في نفس الوقت هيكون بيرامدز بيلعب مع زد مباراة مؤجلة من الجولة كانت 29 قد يحسن لقب الدوري غدا إذا فاز زد على بيرامدز وفاز الأهلي على المقاولون الدوري رسميا في الأهلي من جديد اللقب رقم 44 في تاريخ وبالتالي ممكن تبقى شايف بكرة احتفالات في ملعب المباراة إن الأهلي هو البطل ممكن تبقى قاعد يعني بكرة في ترقب من الآخر لكن كله بيتوقف على الأهلي نفسه اللي حتى بعد الفوز على البنك الأهلي كولر قال لازم تفتكروا ما خدناش الدوري لغاية دلوقتي قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب شهدت غيابين كهربا ومحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم للمرة التانية على التوالي جاءت القائمة مصطفى شبير مصطفى مخلوف الزنفلي بيريح الشناوي لما شبير هو اللي بيلعب في الدفاع ياسر إبراهيم كريم فؤاد محمد هاني خالد عبد الفتاح رمي ربيعة عمر كمال عبد الواحد في الوسط حسين الشحات إمام عشور أفشة ريدا سليم مروان عطية ندبد أحمد عبدين في الدفاع برضو أكرم توفيق بيرسي تاو في الهجوم وسام أبو علي وأحمد عبد القادر يعني الأهلي بكرة بمهاجم وحيد الهداف هداف الدوري المنفرد وسام أبو علي اللي جاب جول حلوة قوي من فاول الماتش اللي فات قدام البنك الأهلي المستبعدون محمد الشناوي كهربا علي معلول عمر السلية محمد عبد المنعم طاهر محمد طاهر كريم الدبيس أحمد نبيل كوكا حمزة علاء التلاتة اللي في الآخر مع المنتخب الأولمبي وعندنا تفاصيل بخصوص المستبعدين وهي كالتالي نبدأ بكهربا الذي لم يشارك ضمن تبديلين بس من أصل خمسة كان ممكن يعملهم كولر عمل تبديلين الماتش اللي فات وشفنا إمام عشوره هل كان في آخر الماتش وكتب تويتا أو بوست أو ستوري بيقول فيه إن إحنا كنا عايزين نريح بس نعمل إيه وقدينا بقوة الجمهور بنلعب عشان نفرحهم بالدوري نفس الشكوى اللي كان اشتكاها محمد عبد المنعم لكن مع التغييرات اللي اتعملت لم يشارك أفشة تبدو منطقية كعقوبة بسيطة بعد البوست اللي كتبوا وصلحوا بعدها